صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده وبما ان خلاص السنة بتاعتنا بتنتهي وحتبدأ ان شاء الله سنة جديدة تكون سنة سعيدة عليكم ان شاء الله وزي ما انا معوداكم ان احنا نختم السنة كده بضاية بلان خطة كده تكون سريعة لمدة 3 يام لمدة 5 يام ننهي بيها السنة او ممكن كمان نبدأ بيها السنة الجديدة بتاعتنا عملتلكم نظام كده عبارة عن يعني نقدر نقول وجبتين واحدة سناك نقدر نعملهم باي نظام نحبه يعني نظام الصيام المتقطع او لو انا مش بعمل صيام متقطع برضو النظام ده حيفرق معانا كتير جدا لو احنا طبقنا معاها هقولكم على شوية بدايل كمان تقدروا آآ تعملوها آآ اول حاجة الوجبة الاولى لو انا بعمل صيام متقطع طبعا هتبقى دي الوجبة الاولى ليا لو انا مش بعمل فاعتبر ديت هي وجبة الفطار هحط معلقة كبيرة من بزور الشياء في آآ يعني شوية مية صغيرين جدا ربع كباية من المية وحاسبهم وقت كبير اقدر اعملها من بالليل واخدها الصبح تاني يوم برضو بتكون جميلة جدا الطريقة ديت آآ ان انا طبعا بزور الشياء زي انتوا عارفين طبعا ان هي فيها نسبة بروتين كويسة وفيها نسبة كالسام كويسة فحتنفعنا وبعدين حطيت عليها آآ يعني اقل من كباية زبادي يوناني يعني تقريبا كانت حوالي آآ ميت جرام آآ زبادي يوناني طبعا برضو عشان عالي بالبروتين فان عايزة حاجة يعني اخد وجبة تكون البروتين فيها عالي عشان تشبعني فترة كبيرة وبعدين حطيت عليها قطع من المنجا والآآ بلو بيري آآ يعني الفكهة عسبها لكم اختيارية ممكن نحزفها خالص ممكن نبدلها يعني انا لو انتم تحطوا التوت الازرق اللي انا حطاها ده بس كفاية لو انتم حابين تلغوا المنجا لو انت مسلا مريضة سكر ممكن تبدلي آآ المنجا دي تحطي بدلها فراولة وطوت ممكن نلغي الفكهة خالص ممكن نحط شرايح من التفاح لو انا بعمل تمارين ممكن نحط شرايح من الموز آآ الوجبة دي تبقى مشبع جدا غير ان طعمها لذيذ وخرافي الاسناك معي هيكون عبارة عن سموزي وانا حبيت ان انا عمل لكم حاجة عالية كده بالحديد وفيتامين سي علشان اللي عنده نقص في الموضوع ده وغير انه هو مشبع جدا وطعمه لذيذ انا استخدمت الرومان كوب من الرومان وكوب طبعا من الشماندر او اللي هو احنا بنقول عليه البنجر طبعا انتو شايفين اللون الاحمر ده يعمل ازاي يعني يعمل ازاي في دمكم يعني لما تشربوه بيزود الدم بمغزيات رهيبة جدا انا حطيت التحلية بتاعتي كانت عبارة عن طلت طمرات ويعني معلقة من الزبيب ودي هتكون اختيارية لكن طبعا يا جماعة الزبيب والطمر فيهم مغزيات عالية جدا 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 اتمنى ان انتو كمان تشربوا المشروب ده لاطفالكم وحطيت عليهم كوباية من عصير البرتقال اه طبعا اه يعني هو الافضل ازاي ما بتقوله ان احنا ما نعملش الموضوع دي عصير ولكن بيظل انه ليه فايدة برضو خاصة لو انا هديه للاطفال ومش حابين ان هم ياخدوا الحاجة بالالياف فده هيكون كويس جدا وانا شايفة ان حتى بعد ما بتصفيه بيكون زي ما انتو شايفين سميك يعني بيظل ان في نسبة من الالياف وطبعا المشروب ده جاب معي فعالية خاصة لو الواحد عنده نقص حديد او مشكلة فيه الدم ياخد المشروب دوت بطريقة يومية حيفرق معها جدا كمان حيفرق معكم في بشرتكم اه في حتلاقوا ان في يعني الباور عندكم والطاقة عندكم بدأت ان هي تزيد ممكن كمان ازود فراولة لو انا حب ان انا اخلي طعمه يعني يكون اه احلى واحلى لو انا يعني مش بحب طعم البنجر قوي بس انا بالنسبة لي طعم المشروب ده طبعا بعد خاصة ما ضفنا الطامر والزبيب فطعمه بيختلف فالمشروب ده قوي 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 اتمنى ان انتم تواصبوا عليه هتشوفوا اختلاف عليه رهيب فطبعا انا بغده اه كسناك ما بين الوجبة الاولى والوجبة التانية علشان خاطر طبعا لو انا عندي مشاكل صحية بغده ولو انا كمان حابة ان انا اخد حاجة تشبعني للوجبة التانية وتملى بطني وكمان تعوضنا عن الفيتامينات لاني بتعتبر ان وجبتين في اليوم او او يعني لما بديني نعملها صيام متقطع فيك ناس كتيرة بتشتكي ان هي بتجوه وفي ناس كتيرة بتشتكي ان يعني السعارات الحرارية بتكون قليلة وبالتالي بتكون الفيتامينات نقصة في الجسم فاحنا بنعوضها دايما بسموزي لازم لما نعمل اي ضايت لازم ان احنا نعمل سموزي يكون قوي اه خلال الضايت اللي احنا بنعمله ويحبزها لو احنا كمان ناخد الاسموزي اللي احنا بنعمله بالالياف بتاعته يعني نضربه كله بمكونات في الخلاط مثلا ونشربها كلها مع بعضها بدون تصفية بس انا احتاجت ان انا صفي ده لان انا كنت حطه فيه رمان فاضطريت ان انا اصفيه فانتو هتحبوه جدا مش هتبطنوا ان انتو تعملوه الوجبة التانية بتاعتي اللي هي يعني اعتبرها لو انا بقى ماشي انظام عادي يعني في حياتي يعني يوميا انظام عادي مش بطبق حاجة بس عايزة اضبط اكلي فاحنا انا اعتبرها ان هي وجبة الغداء لكن لو انا بعمل سيامة قطع فدي هتكون الوجبة التانية وتكون الوجبة الاخيرة انا عندي اه خاص خيار طماطم فلفل الوان وكمان حطيت نصف طفاحة وشوية من الزيتون وشوية من النعناع طبعا اضافة الطفاح دي هتدي طعم حلو جدا وهتدي برضو فايدة للصلاة طبع بتاعتي بتغير شوية من طعمها وممكن نضيف على فكرة كمان الدرة الحلوة لو احنا حابين لو هي متاحة انا حطيت 200 جرام من صدور الدجاج عاملاهم في الـ Air Fryer فانا بالنسبة للدجاج ممكن اغيره بحمص لو انا نباتية فنظامنا النهاردة ينفع كمان للناس النباتية ان احنا بس في الجزء ده الوحيد بنغير الدجاج وبنحط بداله مصدر نباتي للبروتين الصلطة وما ادراكم من الصلطة لما احب انزل وزني ولكن صلطة مع بروتين يعني ممكن اخد الوجبتين صلطة مع بروتين الموضوع ده بيفرق جدا جدا ان انا اقلل سكر او اقطعه وان انا كمان امنع النشويات فاخدها صلطة وبروتين صلطة وبروتين منها بداخل قيمة الغذائية للجسمة محتاجة وفي نفس الوقت باخد قيمة بروتين بتكون عالية الصوس اللي انا هحطه على صلطة برضو هيكون في نسبة بروتين استخدمت مع الاثنين كبار من الزبادي اليوناني الصوس ده طعمه رهيب جدا وحطيت عليه معلقة من اللي هي المستردة اللي هي الخردل طبعا دي يعني بتكون زيرو كالوري بس هي بيبقى فيها نسبة السوديون بتكون عالية شوية فبتقلي مع اي نظام انا المفروض ان انا بقطر من شرب الماء على قد ما بقدر وحطيت معلقة من زيت الزيتون حطت البهورات بتاعتين ملح وفلفل السود ممكن كمان نحط شوية من الزعتر وكمان دفت عليها معلقة من دبس الرمان دي معلقة صغيرة عشان انا بحب الصلطة ان انا حطت عليها دبس الرمان فحطيت معلقة صغيرة ممكن أبدلها ان انا حط على الصلطة بتاعتي رمان صحيح يعني ان انا اخد معلقتين او تلاتة من حبوب الرمان وادفهم على الصلطة برضو بيدي طعم جميل جدا اقدر ان انا احضر الصوص ده وحطه في التلاجة واحطه الكمية اللي انا احبها على الصلطة بتاعتي هياخد بمجدار معلقة اولا معلقتين على حسب طبق الصلطة بتاعك فممكن ان انا اعمل كمية وحطها بتفضل لغاية اسبوع ما بيتغيرش طعمها لو انا حاب ان انا اعمل منها احطها في التلاجة ان شاء الله انا هعملكم حلقة اه عن صوصات بتاعة الصلطة او الصوصات اللي احنا بنستخدمها في الاكل بتاعتنا اه عندي يعني افكار كثير جدا ان احنا نعمل بهم صوصات مختلفة هنحطهم في التلاجة ويبقوا جاهزين عندنا هنقل بقى المحتويات دي كلها المكونات دي كلها كويس مع بعض وححط معلقة او معلقتين على الصلطة بتاعتي انا كنت عاملت طبق الصلطة كان كبير شوية فحطيت دولا كانت تقريبا بمقدار اربع معالي فحطيت تقريبا المكونات دي كلها على طبق الصلطة بتاعي وكده زي ما انتم شايفين كل وجباتنا اه بتكون تنفع اه وجبات نباتية لو انا مش حابة استخدم الزبادي اليوناني ممكن ان انا استخدم حليب اللوز اه ده برضو بيكون في نسبة عالية من البروتين لو انا واجبة الفطر اقدر ان انا عملها بحليب اللوز بدل الزبادي اليوناني برضو اه فيها قيمة غزائية اه عالية والصلطة طبعا زي ما انا قلت اغير الدجاجة حط حمص ولو انا عايزة كمان يعني لو انا مش نباتية وعاوزة ازود قيمة البروتين ممكن ازير ازود الحمص مع الوجبة دي يعني الحمص بيكون في اه بروتين وبيكون في نشويات بس النوع نشويات برضو اللي في الحمص بيكون اه شوية برضو مفيد فممكن لو انا ازود القيمة الغذائية للبروتين بزود شوية من الحمص على نفس طبق الصلطة بتاعي زي ما انتوا عارفين طبعا الميا بتاعتين اللي انا بحضرها التركية بقى اللي انا عاوزكم تعملوها ان انتوا بتشربوا قبل كل وجبة من كوباية لكوبايتين مياه من الميا اللي انا عاملها دوت اه طبعا ده بيحسن من الهضم وطبعا بيشبع طبعا زي ما انتوا شوفتوا المياه يعني انا ما حضرتهاش معاكم من اول الفيديو لان انا محضرها في الفيديو اللي قبل ده يعني انا حضرت المياه في اول الفيديو فحبا ان انا وديكم هي هي نفس المياه انا بعملها كل يوم بحب بحب اضيف لها بس بعض المنكهات الحلوة اه وتاخدوا قبل كل وجبة من كوباية لكوبايتين برضو حيفرق معاكم وعلشان ما تنسوش ان انتو تشربوا مياه وبما ان انا في الشتا حبيت ان انا ازود مشروب كده خلال اليوم نشربه خلال اليوم لو احنا حاسين بالبرد او ممكن ان احنا نشربه بعض اه يعني قبل ما ننام برضو دوت هيكون حلو جدا عبارة عن شرائح برتقال او شرائح ليمون مع جنزبيل وارفة وكمان اه ينسون وكم حبة من الهيل الهيل يا جماعة اه حلو جدا للهض محلو جدا في ان بيخلي الجسم ما يمتصش الدهون اه ويخزنها يعني وكده هو اطفع دايما دخلوا الهيل او الحبهان في نظامكم الغذائي المشروب ده هيكون حلو جدا زي ما قلت ممكن قبل النوم لو انا بعمل صيام متقطع ممكن ان انا اخده خلال اليوم حيدفيني وكمان هيكون طعم حلو وكمان هيحسسنا بالشبع رهيب وزي ما احنا شفنا احنا حطين ارفة وهيل وجنزبيل ودول طبعا بيرفعهم من معدل الحرق بطريقة رهيبة طبعا النظام ده ممكن نطبقه لغاية 3 ايام 5 ايام في نهاية السنة هنلاقي نفسنا ان احنا نزلنا وزن حلو جدا خاصة لو احنا وزننا عالي او ان احنا فيه مياه مخزنة في جسمنا فحنلاقي اقلها ان احنا بنخس من 3 ال 5 كيلو ممكن نطبقه اول السنة كمان علشان نشعر بالفرق ونكمل في نظامنا ونتبع نظام صحي زي نظام الصيام المتقطع او نكمل يعني النظام ده بيكون سريع وبيكون وزنه كمان نزول الوزن بيكون فيه حلو بيشجعنا ان احنا نكمل غير ان الوجبات بتاعتنا بتكون لذيذة لو لكم اي استفسر سبهولي في الكومنتات مع حفظ الله باي باي